سريعاً بشر وزير الداخلية نهد المشنوق مهمته في يومه الرسمي الأول في وزارة الداخلية كان على المشنوق التعامل مع تفجيرين ضخمين هزى بيروت صباحاً المشنوق سارع إلى مديرية قوى الأمن الداخلي حيث تابع سير العمليات قبل أن يتوجه إلى موقع التفجير فيما بدى بمرافقته مسؤول التنصيق والارتباط في حزب الله وفيقصفة من موقع التفجير فاجأ المشنوق بالدعوة إلى تجفيف ما سماه معابر الموت مركزاً على مناطق بعينها كبريتيل والنبيشيت مسقطاً من حديثه مناطق أخرى وفي حديثه إلى تلفزيون الجديد يشرح المشنوق موقفه ذاك مشدداً على أهمية التعامل مع ما سماه معابر الموت في الداخل اللبناني قبل رمي المسؤولية على أطراف خارجية الانفجارات تحتاج إلى أمرين الأمر الأول على المدى القصير هو إغلاق معابر الموت اللي موجودة بالإبقاء واللي كل القوى الأمنية والسياسية تعرف مين الأشخاص اللي مسؤولين عنها مين بيسرق السيارة ومين بيبيع السيارة المسرقة وكيف بتروح بتتفخخ خارج الأراضي اللبنانية وتعود لتنفجر لأنه قبل ما نحن نحط الحق على غيرنا خارج الأراضي اللبنانية وتحديداً في سوريا لازم نعرف أنه هذا الموضوع يمر في لبنان حضرتك سمت معابر ممكن يكون عندها بمناطق معينة عندها حساسية يعني بتعرف حضرتك ما في حساسية قدام حياة الناس ما في حساسية قدام ليش الحساسية هاي بتتقدم على الشهداء اللي ماتوا كيف هالكلام؟ أي حساسية بتتقدم على الشهداء؟ هذا كلام لا يجوز تداوله ما في حدا بيقدر يدافع لا عن منطقته ولا عن منطقه صالما منطقته ومنطقه يتسبب القتل تجفيف معابر الموت هو الطريق الأقصر لمعالجة الإرهاب أما الطريق الأطول في رأي المشنوق فهو التعامل مع مشاركة حزب لبناني منظم في معارك سوريا على المدى الطويل كلنا بنعرف أنه قتال جهة سياسية في سوريا أعطى مبرر لهذه المجموعات هذا الطرف هو جزء موجود بالحكومة وكان اليوم كويس وموجود على الأرض وهذه مسؤوليته ومسؤوليت الحكومة قبله أن تتولى إقناع الرأي العام وتتولى الجيش والقوى الأمنية أنه يحموا المواطين الأبرياء هذه تحتاج إلى معالجة أمنية ومعالجة سياسية ومعالجة اجتماعية أيضا وسائل المعالجة لا تتعلق بكتائب عبدالله عزام فقط تتعلق بكل هذا الجو التفجيري أيضا يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الأسباب والمبررات التي تستعمل لهذه العمليات وأولها تدخل العسكري المنظم لحزب لبناني في سوريا وأكد المشنوق على أن هذا الأمر سيكون البندى الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي لم يتحدد موعد عقاده بعد